تحية طيبة مشاهدين وأهلا بكم إلى موجز أخبار الآن قتلت طفلة وجرح آخرون بقصف مدفعي لقوات الأسد على حين في مدينة درعة قبل ساعات من إعلان الأخيرة تمديد وقف العمال القتالية في محافظات درعة والسويداء والقنيطرة جنوبي سوريا حتى نهاية يوم السبت المقبل وقال نشطون محليون إن قوات الأسد قصفت بالمدفعية الثقيلة حي البحارة في مدينة درعة من مواقعها في كتيبة الفانوراما قال قادة عسكريون يوم الخميس إن مسلحي داعش الذين يبدون مقاومة في شريط من الأرض في مدينة الموصل على امتداد نهر دجلة يستخدمون المفجرين الانتحاريين على نحو متزايد في محاولة يائسة لوقف التقدم المستمر للقوات العراقية وقال لواء سامي العارضي من جهاز مكافحة الإرهاب إن مقاتلي داعش يفجرون على نحو متزايد مواد ناسف بين المدنيين الفارين صوب قوات الأمن بل إنهم يستخدمون النساء ذروعا بشرية أفادت مصادر عسكرية يمنية بقتل خمسة عشر فردا من ميليشيات الحوثي والقوات الموالية للمخلوع صالح وإصابة آخرين بجروح في ضربات لمقاتلات قوات التحالف العربي في محافظتي تعز وذمار وقال موقع الجيش الموالي للحكومة الشرعية إن مقاتلات قوات التحالف العربي شنت سبع عشرة ضربة جوية على مواقع الميليشيا في مديريتي الوازعية ومقبنة في محافظة تعز جنوب صنعاء حذر مناسق الأمم المتحدة في اليمن جيمي ماك جولدريك في العاصمة صنعاء أن منظمات الإغاثة لا يمكنها مواجهة انتشار مرض الكوليرا في البلد العربي الذي أسفر عن وفاة أكثر من 1600 شخص منذ أواخر شهر أبريل نيسان الماضي وقال مناسق الأمم المتحدة إن الحد من انتشار المرض خارج سيطرة وقدرة المنظمات الدولية والنظام الصحي الوطني بدأت بريطانيا في وضع سجناء المتطرفين في وحدات خاصة داخل السجون لمنعهم من إقناع سجناء آخرين بأفكارهم وقالت وزارة الداخلية إنها فتحت مركزا منفصلا جديدا بالقرب من دورهام شمال شرقي إنجلترا وبحسب تصريحات وزير السجون فإنه يتم حاليا فصل أخطر المجرمين وأكثرهم تخريبا عن السجناء الآخرين سجل مدرب اللياقة البدنية جو ويكس رقما قياسيا أدخله كتاب جينيس من خلال تنظيم أثخم دورة تدريبية لللياقة السريعة التي تعرف باسم هيت ألاف الأشخاص شاركوا في هذه الدورة التي أقيمت خلال حفل سنوي في هايت بارك في العاصمة لندن وقد تمكن جو ويكس من إدارة أكثر من ثلاثة ألاف وثمانمائة شخصا مارسوا رياضة على مدى ثلاثين دقيقة نهاية المجز في أمان الله